ريو فردنان صراحة يعني ما ما أعرف بس لسبب ما هو شايل اللواء الدفاع عن المشروع السعودي وكان هو من أوائل اللاعبين في العالم اللي تحدث بشكل كده واضح وصريح أمام وسائل الإعلام ودفع عن المشروع السعودي ويرى أنه حق مكتسب لأي دوري أن يطور نفسه الآن الآن من يعني دقائق وأيضا تحدث ريو فردنان مرة أخرى عن الدوري السعودي يقول لو كنت لاعبا حتى هذا يعني كنت لا زي تلاعب حتى هذه اللحظة مئة في المئة سأذهب للسعودية بدون تفكير وبدون أدنى شك الجميع ينتقد السعودية بسبب أسلوب الحياة هناك أو الثقافة أو المال الحقيقة هي أن المملكة العربية السعودية تمضي قدما ولا تنظر للخلف أبدا انظروا كيف تعامل الإعلام العالمي مع انتقال ميسي إلى أمريكا وكيف تعامل مع انتقال كريسيانو رونالدو إلى السعودية هم يحاولون أن يصوروا السعودية بأنها الوحش وبأن أمريكا هي البلد المثالي يعني لا زال حتى هاللحظة وسال الإعلام فيه نقاش وجدد مع المشروع السعودي اللي قاعد يصير واللي قلنا عليه إحنا في بداية الحلقة أنه مسوي هزة في سوق الانتقالات العالمية ترى اليوم انترانديا السعودية لما تأخذ لاعب على برشيرونة ولا تأخذ لاعب على مانشستر سيتي ولا تأخذ لاعب على انتر ميلان ترى هذه شغلة ما كنا نفكر فيها في يوم من الأيام ترجمة نانسي قنقر